الزيارة الشاملة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله لمختلف محافظات المنطقة الشرقية تجسيدا ممزوجا بالفخر والاعتزاز لما يوليه حفظه الله من اهتمام ورعاية للمنطقة وأبنائها بافتتاح الكثير من المشاريع التلموية والاقتصادية العملاقة تتضمن الزيارة تجسين مائة ألف وحدة سكنية بالأحساء وعدد من المشاريع العملاقة من أبرزها مشاريع شركتي صدارة وساتورب إضافة إلى مشاريع شركتي التصنيع وشفرون وسبكيم كما تتضمن الزيارة افتتاح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ومشروع معادل للألمونيوم في رأس الخير وإسكان الهيئة الملكية بالجبيل إضافة إلى مشاريع بلدية في القطيف والدمام ويفتتح حفظه الله مشروع مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية الذي من المتوقع أن يوفر أكثر من ثمانين ألف فرصة عمل للمواطنين تستهدف هذه المشاريع تنويع القاعدات الاقتصادية في المنطقة وتوسيع الطاقات الاستيعابية والانتاجية للاقتصاد الوطني كما تستهدف التوجه الأمثل نحو الاقتصاد المعرفي وتدعيم التنافسية وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات مع توفير الآلاف من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة ترجمة نانسي قنقر